اشتركوا في القناة ومنتخب مصر السابق اللي منورنا صباح الفل بتغيب علينا كده كل فترة لا انت فترة كده راحتي مؤتمرات وحياة كده فانا جيت مرة منور الدنيا اهلا بيجا في نهاية صباح الفل عليكم على كل امهور النادي صباح الفل طبعا ماتش النهاردة ماتش مهم جدا وبطبع تلحال الفرقتين عندهم دافع قوي للفوز الاهلي اكيد الدافع بتاعه ان هو يحافظ على الصدارة ودي برضو هتبقى ايه نقطة حلوة كده واللقطة لطيفة لها انعكاسات طيبة معنويا على اللعيبة قبل اللقاء المريخ وفي المقابل فاركو زيه بقى زي اي فريق بواجه النادي الاهلي ايا كانت درجة قوته ايا كانت الكتيبة اللي هو داخل يواجه الاهلي بيها دايما اي فريق بواجه الاهلي بيتقلق وبيقدم احلى ما عنده وبيتوحشه كده اللعيبة عشان كل واحد فيه ما عايز يزبط نفسه من منطلق انه بيلعب الكبير والناس كلها هتتفرج على اللقاء فنتيجة ده شايف الماتش هتكون عامل ازاي النهار طبعا هو ماتش صعب في البداية ظروف اللقاء كمان بتديد من صعوبته انت طلع من هزيمة مفاجأة في توقيت صعب جدا امام ساندونز بطورة افريقيا في وقت ما كانش اي حد يتوقع للنادي الاهلي بعد الأداء الجايد الفترة اللي فاتت ومنحانا الأداء بتاع نادي الاهلي في تطور ومستوى الكيرف بيعله بشكل كبير جدا من بعد الكاسة العالم عندية ومباراة الدوري وحتى في مباراة افريقيا امام الهلال لكن كانت مفاجأة هزيمة امام ساندونز فالنهاردة اللقاء صعب جدا اللقاء مهم جدا زي ما نادي قالت معنويا للجاي الفترة اللي جاية انت ما عندكش دوري بس انت عندك دوري وافريقيا فمحتاج تكون معنويا تكون في كامل حضورك الزهني والمعنوي والنفسي وكل حاجة لقدر الله اي حاجة النهاردة نتيجة عكسية هتدخل الفريق في امور صعبة جدا الجماهير هتبدأ تنفعل اكتر لان بعد الهزيمة بدأ يتصرب القلق للجماهير لان كانتش هزيمة مطوقع هزيمة مكنتش بتوقع بتلاعب منافس قوي جدا عنده مدير فني محترم ماشي بمعدلات كويسة في الدوري عنده خمسة هزيمة وخمسة فوز ما بتعدلش ما عندهش بسط هو يبيكسب يبيخسر عنده قوام فرقة محترم من الفرقة اللي بتلعب ثلاثة اربعة ثلاثة من بداية المسلم كابتن مجد عبدالعاطي فالنادي الاهلي منطلب النهاردة بمصالح الجماهيرو يعني يعرف الناس النهاردة ان اللي حصل بالماشي اللي فات مجرد كبوة وهتعدد خلاص وده اللي كان واضح من خلال التدريبات اللي أنا شفتها والسور اللي أنا شفناها شفنا الحزن يعني بيخيم على أجواء التمرين في النادي الاهلي والعباء واضح ان هي حزينة بشكل كبير جدا اللي هي يعني ضيعت مكسب موتشان داونز ووصلت الجمهورة لحالة الحزن اللي هو فيه فأعتقد النهاردة ده بيصعب كمان الأمر على فرقه يعني خلينا نقول برضو آه يعني ان النادي الاهلي لما يروح يلعب أي فرقة وهو مهزوم دي بتبقى صعبة جدا عن الفرقة اللي بتلعب من النادي الاهلي التركيز بيبقى عالي جدا عند النادي الاهلي وانا كنت عايز أسألك هنا كابتن هيا بفعلا لو هنكلم عن فرقه هل بتعتقد فرقه يعني هيقفل خطوطه ومش عايز يحصل فيه أو يعني يجي فيه أي جول ولا على الصعيد الآخر أنا هلاقي بالعكس هجوم يعني بتتوقع فرقه ازاي سير المباراة من ناحيته هتكون كابتن مجد عبد العاطي مدرب هجومي يعني من أول الدوري يعني حتى هو كبداية بدأ بتلت هزايا متتالية بعد كده حصل فترة توقف جدد السكة في مجلس دورة نادي فرقه فدد له سكة أكتر بعدها رجع بتلتة فوز متتالي وبعد كده حصل توقف بعد كده يرجع بمكساب ومخسارة يرجع بمكساب ومخسارة من الناس زي ما قلتلك من أول الموسم بيطبق تلتة أربعة تلتة بيلعب بسلاسي في خط الضهر رامي صبري عبدالله بكري أحمد عبد العز مودي السلاسي عندهم خبرات ولكن فيه شوية بطء شوية يقدر النادي الأهلي يستغل الأمور دي لكن هم السلاسي عنده خبرات كبيرة جدا عنده باع كبير جدا في الدور المصري بيعتمد عليهم كابتن مجد عبد العاطب في تأمين خط الضهر وخبراتهم الكبيرة جدا عنده اتنين في وصل ملعب محمود عماد ومحمود حمادة اتنين لعيبة كويسين جدا يعني هو كابتن مجد كرته هجومية يعني احنا هنشوف المباراة هجومية لأن على الصعيد الآخر الأهلي أكيد والمتوقع أنه هو هيهاجم وهو ممكن يستغل هو تفكير كابتن مجد النهاردة يعني ممكن يفكر في حاجتين أنه أباغت النادي الأهلي واستغل حالة النادي الأهلي فيها وجاي من هزيمة فأنا أبدأ أباغت النادي الأهلي بحيث أنه لو أحرصت هدف مبكر هربك حسابات النادي الأهلي وهصدر التوتر والقلق لنادي الأهلي أكتر فده ممكن يكون تفكير وممكن يكون برضو تفكير التاني الكابتن مجد عبد العاطي لنادي الأهلي هيكون جاي مركز قوي وعايز ذنه لقاء بدري بدري فأكون حذر في البداية ويكون ما أمن دفاعاتي ولعب على المرتدات بشكل كويس لأنه عنده برضو عمر جمال عنده شكري نجيب عنده لعيبة كويسة عنده يعني لعيبة تقدر تصنعنا تفارق في النهاية اللجومية فأعتقد أن المباراة البداية مهمة جدا لنادي الأهلي النادي الأهلي محتاج يخلص المباراة بدري مش محتاج يدخل فارقه في اللقاء لأن فارقه من الفرق اللي ما بتيقاس فرقة عندها إمكانات وعندها دكة بودلاء كويسة جدا فده ممكن يصعب اللقاء على النادي الأهلي طيب الاجتماع اللي عملوا مؤخرا بيتسو موسماني مع اللعيبة بعد انتهاء تمرينة من التمرينات وقال لهم يعني ما يفيد بأنه هو بقاله فترة مش قادر حتى يحط إيده بشكل نهائي على القوام الأساسي للفريق في إشارة منه لأن كل اللعيبة كلهم هايلين وكلهم كويسين وعنده في كل مركز أكتر من لعب بديل إلى آخره وقال كمان أنه الفترة اللي جاية هيعمل روتيشن على كل اللعيبة وبرضو قال في إشارة خفية كده إيه ما معناه يعني إن كل واحد بقى إيه يثبت نفسه اللي عايز يخفز على مكانه في ملعب هو اللي يثبت بالنسبة لنا كمدير فني أنا هعمل الروتيشن بما يتماشى مع فكرة إن أنا عندي لعيبة كلها جهزة فكرة كنعكاس الكلمتين دول على اللعيبة يعني وإحنا داخلين برضو على مرحلة المرحلة اللي جاية زيب إحنا كنا لسه بنقول محلي وأفريقي محلي وأفريقي فإلى أي مدى كلمتين دول ممكن يبقى لهم فني بتبقى مشكلة يعني فنية حلوة جدا مش بتبقى حاجة مزعجة بالعكس لما يكون عندي السكواد كله في كمة مستوى الفني والبدني فده حاجة بتريحني أنا لإن أنا هقدر أعمل الروتيشن بشكل كويس أقدر أعتمد على ناس في مبارات الدوري وأقدر أعتمد على ناس في بتورة أفريقيا هقدر الدكة عندي هتبقى كويسة جدا وقوية جدا هتصنعني الفارق في أي وقت فدي بتبقى أزمة كويسة يعني يعني لأي مدير فني أعتقد بمبسوط جدا لما يلاقي الثلاثين اللعيب اللي معاه والخمسة ثلاثين اللعيب اللي معاه كلهم في حالة بدنية وفنية وحدة فدي بتنعكس عليه هو كمان بحاجة كويس لكن هو التصريح اللي قاله التاني لا كل واحد عايز يزبط نفسه في ملعب مفيش حد حاجز مكانه النادي الأهلي مفيش لعيب حاجز مكانه باسمه في الفرقة لا فيه لعيب هينزل يقدي حتى لو زياد طارق أعتقد الناشئ أو نصير أو أي حد نزل من الناشئين وأثبت كفاءته وأثبت أنه هو جدير بسكة الراجل هيديله فدي كورة أنه أنت اللي بتثبت لنفسك وأنه أنت اللي بتثبت مكانتك وقدارتك في اللعب من عدمها من خلال التسعين دي اللي بتتلعب أنت اللي بتقدر تخلي الراجل أو تكبر الراجل اللي هو يعني يعتمد عليك في الفترات كتير جدا فترجع في الأول في الآخر للعيب دي بتدي فرصة للعيبة أن مكانتش بتحصل على فرص كتير الفترة اللي فاتت أن هي تموت نفسها أكتر اللي هي تشتغل على نفسها أكتر أن هي النهاردة مثلا واحد زي حسام حسن واحد من الناس اللي أعتقد مستنية فرصة يعني على نهار لأن حسام حسن كان راجل مهاجم منتخب مصر كان راجل هدف للدوري فأعتقد لو قطيحت لي الفرصة بشكل أكبر وبوقتي كافي أعتقد ممكن يتمسك بها بشكل كبير جدا فدي هتعود على مصلحة للنادي الأهلي اللي وراء أو محمد شريف برضو هيحاول للعب بكامل قوته بكامل طاقته وكامل تركيزه فكل ده هيعود على مصلحة للنادي الأهلي وعلى الجهاز الفني للنادي الأهلي حلو إحنا يعني خلينا ننتقل من ملفات وهنرجع كده لها تاني ملف أفريقيا والمريخ السوداني وفكرة هنا المباراة ليوم السبت اللي البعض متخوف منها خليني برضو أنقل الصورة بشكل سليم يعني مش هنجملك الصورة الناس متخوفة الناس بتقولك طب هل إحنا يعني استعدادنا كامف المية ذهنيا وبدنيا في نفس الوقت إيه المسلماني مفروض يعمله علشان نقدر أن إحنا نعود مرة تانية للتقلق اللي إحنا نعرف فيه لعيبة النادي الأهلي فخليني يعرف منك الصورة من وجهة نظرك هتبقى زي خلي بالك يا كلها مرتبطة ببعض طبعا يعني نتيجة النهاردة يعني تأثيرها جاي من مباراة سانداونز تأثير المباراة اللي جاي يعني كله مرتبط ببعض الحلال النفسية والحلال المعنوية والحلال الفنية برضو النهاردة مكسب النهاردة هيدي للراجل ثقة هيدي هيريح اللعيبة تاني هيخلي اللعيبة تركيزها أعلى للمباراة اللي جاي لأن اللعيبة برضو حسة بالذنب حسة اللي هي أثرت في حق الجماهيرها اللي كانت متواجدة سواء كانت متواجدة في الأستاذ أو في البيوت بتفرج على المباراة لأن تحية الجمهور ووقف الجمهور خلف اللعيبة بعد اللقاء ده برضو بيحط عيب كبير جداً اللعيبة أن الجمهوري في ظهري حتى وانا خسران حتى وانا مأثر لأن أنا بالنسبة لي هالزيم السنداونز أنا بحملها 50-50 مدير فني والعيبة والمكسب أنا برضو أنا نفس الكلام أنا لازم يكون اللعيب والمدرب هم اللي بيتحملوا سواء نتيجة المكسب أو نتيجة القصار ثانيا هنا نقف يعني سنداونز النتيجة بتحمل 50 لمسلماني 50 للعيبة يعني يعني الخمسين بتوع المدير الفني في صورة إيه والخمسين بتوع اللعيبة بشكل إيه مثلاً النادي الأهلي أنا بلعب سنداونز طبعاً فرقة محترمة فرقة كبيرة جداً لكن أنا النادي الأهلي بلعب في القاهرة مثلاً كنت ممكن ألعب بتشكيل أجواء المباراة كانت حاجة كرادت ليا أنا ما استغلتهاش تمام ما استغلتهاش كنت ممكن أنا ألعب بتشكيل مختلف في البداية ألعب بتشكيل هجومي ما فيش تحفز كبير جداً بتلاتة في نصف المرحب لأن الثلاثة بيدينا قوة كبيرة جداً أو بيدي النادي الأهلي قوة كبيرة جداً لأنه من وجهة نظر الشخصية هفضل أولها كتير أن الثلاثة سواء الحمدي والثلاثة وديانج على مستوى الأندية هو من أقوى خطوط الوسط في القرى الأفريقية على مستوى الأندية فده بيديك أفضالية كبيرة جداً لكن أنت في ملعبك مش محتاج تكون متحفز بشكل كبير جداً مش محتاج تكون مبالغ في التحفز والاحترام الكبير لفرقة سنداونز أنت النادي الأهلي عندك حدود هجومية كبيرة جداً تأخيره شوية في التغييرات بيرستيو راجع من إصابة فترة كبيرة جداً أنا كنت أتمنى أن أشوف حسام حسن شوية بدري التغييرات اتأخرت شوية إلى حد ما ممكن إرايته لبعض التغييرات ده الجزء الفني لكن اللعيبة عدم تركيز بعض اللعيبة في الملعب في الفرص التي أتيحت للنادي الأهلي حالة من شوية عدم تركيز في الناحية الدفاعية مش تراخي لا إلي التركيز فأثناء اللقاء لأن النادي الأهلي ما ينفيش تراخي اللعيبة النادي الأهلي عارفة هي بتلعب في مكان كبير عارفة في كعين كبير وراها جمهور كبير مش هيسمح بأي تراخ ولا أي تهاون فعشان كده بقولها لك العيبة أصرت في شكل كبير جداً كان فيه عدم تركيز كان فيه تركيز ما كانش كامل قدام المرمى لأن فيه فرص كتير قطيحت للنادي الأهلي كان ممكن حتى بعد تأخر نادي الأهلي بهدف النادي الأهلي حاول في الخمس ست دقائق اللي بعد الهدف يرجع للقاء وأضع أكتر من فرصة لكن التوفيق لها يعني العنوان إحنا قلنا الفرص الضائعة يعني شيء كان دابس غريب يعني مش عارفة هل ده رجع لحاجة مشكلة كانت مثلاً في اللمسات الأخيرة عندنا أولى الموضوع لي حيث تاني لأن فعلاً لا غير مسبوك هذا العدد من الكرات الضائعة يعني حيث تتفق معي بردو بصني أنا قلت لك اللي كان فيه قلة التركيز وممكن يبقى مش في يومك هي دي الكرة يعني فيه فعلاً الجملة دي اللي هو أقول مش يوم الثانيين طبعاً ساعة يقول لك عقوسات عقوسات لا أنا ممكن أنا ممكن أكون موفق في يوم من أول دي أكسب وبالعب مثلاً تيم كبير هتلاقي الأمور معي مفتوحة ماشية أه ماشية وهكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هتلاقي الأمور مفتوحة معي لأنه دي يومي وفي الكرة ممكن نعمل كل حاجة زي ما أتشف ندون ممكن نعمل كل حاجة في الكرة كروس عرضي بينيات ضغط هجومي والكرة مساعدة تخش فدي كرة فيه أيام كده وفيه أيام كده لكن النادي الأهلي لازم يستغل الكابوة دي بشكل إيجابي لازم يستثم هنا بشكل إيجابي وده رد الفعل اللي أنا يعني مستنين نهارده من لعبة النادي الأهلي أشوف رد فعل النادي الأهلي النهارده ماطش يوم السبت والليه أتمنى أتمنى يكون بروفا المباراة السنغال في الحضور الجماهيري بمعنى ليه ما أعملش 30 أو 40 ألف متفرج في مباراة الماريخ السوداني جمهور النادي الأهلي متعطش اللي هو يساند فريقه شفنا في ماطش الوداد ومباراة نادي الوداد والزمالك في المغرب حضور جماهيري مكسف فرق كبير جدا مع شخصية فريق الوداد فالحضور الجماهيري يعني بالأخص الأندية الجماهيرية بيبقى 50-60% من قوتها ومع المنتخب في قرار نحيب فيه 60 ألف أنا فاهم أريد أنتفع بالعدد ليه أنا كمان أنا عندي المنتخب آخر الشهر أنا عندي عناصر ما لعبتش ضد برضو في الأجواء الجماهيرية في السادة الكهير أعود اللعيبة دي برضو أعمل بروفا لي أنا كتنظيم إلا أنا أدخل 30-40 ألف مبارات لن نادي الأهل مع المال سيجد برضو الأمر لن يخلق من حزبة كده لازم تتراعى فيها الإجراءات الاحترازية ووسعة الملعب ولازم يكون فيه مسافات كافية بينهم المشجعين وبعض يعني أتمنى يعني أتمنى يكون فيه يعني بروفا أجل ما عم فيه شك أن الجمهور يعني عنصر رئيسي جدا في الفوز وفي الأداء كمان المرضي للمتابعين طيب دلوقتي الوضع كالقاتي أنت عندك سانداونز متصدرة المجموعة تمام يليه المريخ وإحنا متأخرين عنهم بمباراة صح كده الأهل والمريخ الأهل والمريخ فكرك الأمور هترسي علي فضوء قراءتك كده للمشهد اللي حصل لا يعني إن شاء الله الأهل والسانداونز وهم اللي هيصعدوا لكن المريخ وضح اللي هو السنة دي يعني مركز أكتر من الهلال هيحجر جدا بس هي الأفضلية لنادي الأهل شوية في خود المريخ على أرضه يعني المباراة الأهل والمريخ المباراتين هيكونوا في ملعب الأهل والسلام فأعتقد دي بتدري لنادي الأهل أفضلية وريحية كبيرة جدا لأن المباراة المريخ في السودان أو الهلال في السودان تبقى صعبة جدا بتبقى فيها أجواء صعبة فيها شد وشحن كبير جدا فأعتقد دي بتدري لنادي الأهل أفضلية هنا لكن التركيز مطلوب الحزر مطلوب باحترام الخصم بس مش هبالغ في الاحترام. لأ أنا لازم أحترم الخصمي بشكل كويس لكن ما بلغش في الاحترام ودي وأحط الأمور في نصابها الطبيعي. لأن أنا النادي الأهلي. أنا بطل أفريقيا ممرتين متتاليتين فأعتقد اللي لازم أكون نازل ولية دوافع الهجومية أكتر أحاول أنهي اللقاءات دي من بدري. يعني كل ما ييجي هدف مبكر أعتقد بيرياحك كبير جدا وبيدخلكش في مشاكل بعدك. خليني أروح معك بردو كده ونرجع مرة تانية للأهلي يعني ملف الدوري لو جيت قيمت معلش. أنا بحب التقييمات لأن التقييم بردو بيحطنا في وضع اللي نفسنا يبقى الأفضل سواء تقييم إيجابي أو سلبي. ده بفلاول في الأخير من المصلحة أو المصلحة العامة. لو جيت قيمت الفريق عندنا وشفت. يعني لو حالي دي واحد لعشر. مين يقدر ياخد أعلى نسبة موجودة من اللعيبة كأداء في الموسم ده ومين أنت بتديه أقل نتيجة. لا يعني أنا مش عين في عدي أقل لكن في لعيبة محتاجة تراجع نفسها. محتاجة تركز عندها أفضل من كده بكتير. في لعيبة الناس أو الجمهور حط عليها أمل كبير جدا لحد اللحظة يعني بخلان علينا أو بخلان على جمهور النادي الأهلي. لا يعني في لعيبة كتير. يعني النادي الأهلي عنده عنده لعيبة تقدر تصنع. يعني نقولنا مثلا بيرستاو. بيرستاو هو راجع من إصابة. يعني برضو الفترات لما بيلعب برضو طالع نازل شوية. ما فيش استقرار فني في أداء بيرستاو. لكن لما بيكون فائق وفي حالته بيكون مختلف تماما. عكس اللي احنا بنشوفه لما يعني ما عندهش وسطي. لا يا فوق أوي يا تحت أوي. بصد طب أفشة. أفشة بيتظلم في 4-3-3 أفشة بيتظلم. يعني أو 3-4-3 أفشة بيتظلم لأن أفشة ما بيلعبش جناح. أفشة رقم عشرة. ولما شفنا في مباراة المقصة مع الاحترام الكامل للمقصة. ومش ده المباراة اللي أنا حكم فيها على أي لعيف في النادي الأهلي. لكن هي كانت مباراة للسعادة للثقة لبعض اللاعبين. لكن لما أفشة لها في مركز عشرة في مركزه الطبيعي. وشفنا الهدايا اللي كانت بتوزع في اللقاء. وإزاي بيعمل أسيستاك كثير جدا. الهدايا اللي نعرفه عن أفشة طبعا. لكن أفشة على الطرف. صح. ما عندهش الإمكانية. هي دي إمكانيات. يعني مش تقليل من أفشة. لكن أنا كأهاب مثلا طول عمري كنت راجل مهاجم صريح. ما كانش ينفع لعب مثلا في آخر أيامي كمان ألعب ديفندر أو في وعد مباراة ألعب نص وسط يعني لأ. كانت الأمورة توسعة. وطبيعي كل لعيب مميز في مركز معين بيتعلق وهو بيلعب في المركز ده. أكيد. لكن مش بيبقى برضو في حد أدنى من جودة الأداء لما يكون مثلا لعيب مهاري بيلعب في مركز ثمانية. مركز أي أن كان الرقم. تمام. أو أي أن كان مركزه. تمام. ما هو المهاري حيفضل مهاري سواء بيلعب في عشر أو في ثمانية. مفهوم طبعا أن كل لعيب لما يكون متخصص في أمور بعينها بتستدعي وجوده في مركز ما بالتحديد أكيد بيقدي بشكل أفضل. لكن على الأقل زي ما حصل مع المتخب في وقتها من الأوقات تتعدى كجزء الأولى الفترة الأولى من تولي كيروش شوفنا كل اللعيبة تقريبا في مركز غير مركزه. تمام. وطبعا كان عندنا تحفظات كتيرة على كده بس أنا بسألك من باب الفضول هو مش المفروض أن اللعيب المهاري يظل مهاري حتى لو لعب في مركز تاني غير مركزه يظل مهاري أكيد لكن متطلبات الجناح اليمين أو الشمال هتبقى محتاج تعمل سرعات عشان تعمل انطلاقات هتحتاج واجبات تانية هتحتاج ترجع تدافع مع الباك بتاعك هتجري مسافات كبيرة جدا أفشة في نص الملعب أو في رقم عشرة مساحة الجاري ما بين الخطوط أقل الارتداد لوسط الملعب وراطين خط وسط مدافع بيشيلوا عليه كتير جدا الملعب بكتوح قدامه يمين وشمال فيقدر يوزع زي ما هو والنادي الأهلي دايما بيكون ضاغط هجوميا فمساحة الجاري الأفشة مش تبقى كبيرة لكن لا في مبارات أفشة ما بيعرفش يقدي على الطرف على العكس مثلا أحمد عبدالقادر يقدر يلعب عشرة يقدر يلعب جناح يمين أو شمال لأنه عنده المقدرة دي هي قدرات لكن أفشة ما يقدرش يلعب الاتنين أفشة هو ممكن يلعب تمانية يلعب عشرة لكن توظيفه كجناح أعتقد بتقلل منه كتير بتخلي شكله في الملعب مش 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 شكل المطلوب فده بتأثر على أدائه لكن أفشة من اللعبة المحترمة حسين الشحات يعني برضه من العناصر أنا كأأهاب مستاني منه كتير لأن هسين برضه لسه تحس مش مركز لكن هسين عنده كتير هسين عنده كتير إحنا شفنا هسين في الأندية كلا倫lad فيها وفي فترات كبيرة مع النادي الأهلي كان هو الناس متبشرة بيه خير مستبشرة خير وعرفت هسين هيشير نادي الأهلي أتمنى لأهسين ورقة مهمة جداً جداً في النادي الأهلي طاهر محمد طاهر من العناصر المهمة العنصر الأهم بقى اللي أنا كمهاجم وحاسس بيه هو محمد شريف. محمد شريف أنا بطلب منه التركيز. أطلب منه الهدوء لأن كل التوتر اللي هو فيه مرة علينا كلنا. لكن الكرة ما بتتعنيتش. ماينفعش عناد الكرة. أحاول أهدأ. الجول هيجي هيجي. أحاول أركز في تدريبي أكتر. أشتغل على نفسي أكتر. أشتغل فردي بره. أشتغل تخصصي بره كتير. أحاول أركز بره على قد ما أقدر. والجول هيجي هيجي. لكن ما استعجلش الجول. استعجلش الجول بشكل كبير. أكون هادي في الملعب. طول ما أنا في الملعب متوتر وحات نفسي تحت ضغط. اللي أنا لازم أجيب جول. مش عرف أجيب جول. يعني فلازم شريف. إلى حد ما محمد شريف تحس وتحسد كده بعد فترة من التقلق اللافت يعني. هو الموقف يعني أنا حاست اللي هو يعني اهتز بشكل كبير جدا. بعد استبعاده من المنتخب مصر أول مرة هو أفشا. بعد اللي حصله في كاس أفريقيا. مش قادر يعني شريف برضو لسه صغير. فالخبرات بتاعته في المواقف الزي دي. مش قادر يعني يلم نفسه بسرعة أو يلم الأمور بشكل سريع. فأتمنى اللي لعبة تساعده. أتمنى للراجل برضو يساعده. يعني النهاردة مثلا مباراة أتمنى اللي يدي حسام حسن. لأن لو شريف خد النهاردة وصدفه سوء التوفير اللي بيصدفه وما أحرسها ده. أنا بخسر شريف أكتر. فأنا عايز شريف ينزل يكون الأمور أسهل الأمور فيها أريحية بشكل كبير جدا. عشان ينزل حتى يقدر يؤدي بشكل كويس. يساعده نفسيا على الخروج من اللي هو فيه. كويس جدا نروح للمنتخب عشان نبقى جمعنا كل الملفات. يعني معلش برضو إحنا عندنا مباراة يعني أقل من شهر خلاص مصر والسنغال. والاستعدادات المفروض أعتقد تكون من دلوقتي. يعني إحنا لو جينا للسنغال هتلاقي إن هما بيستعدوا من دلوقتي. إحنا دلوقتي برضو كيراش فين. إيه الاستعدادات اللي انت شايفها. إيه الاستعدادات المفروض تتم من دلوقتي. علشان أنا عندي لقاء في غاية الأهمية ولازم يحصل من القاهرة. معلش ليقول لا حتى لو لم يتم حسمه من هنا عندنا فرصة. لا الكلام ده يعني مش واقعي. إحنا لازم نحسن من هنا. هيفرق كتير جدا في حاجات يعني كبيرة. فخلينا نفهم أنت شايف المشهد حتى هذه اللحظة استعدادا للمباراة. أنا ليس مش هكلم عن المباراة. أنا بتكلم عن الفترة اللي إحنا فيها. خلينا برضو متفقين هو الظروف صعبة في حاجة. الأهلي والزمالك والمصر والبيراميدز عندهم مضغوط بلغوص بشكل طبيعي. لحد يوم 19 أو 20 في الشهر. فهو مش هي الحق يعمل معسكرات. أنا كنت أتمنى للسئلات يبدأ مبكرة. أخش مثلا من يوم 15 في الشهر معسكر من يوم 12. عنده مساحة المضش ودي. إحنا اللعيبة بتاعتنا لما بنعمل معسكرات طويلة شوية. بتاخد على الأجواء وبتركز تركزها بيعلى. لكن أنت دلوقتي زي ما شايفين الأندية اللي هو هيعتمد على لعبتها. القوام الرئيسي من الأهلي والزمال الكوبراميد. يعني هم هيقولوا أصلا منهكين. منهكين. ده أصلا أخ أخرى. فهو ده الاستعدادات الأندية. هيجيله يوم 20 سواء المحترف أو اللعيب المحلي. هيجيله جاي عنده لعب في الفترة دي على الأقل. مثلا 12-13 مضش في الفترة دي فاتت كتير على الفترة اللي جاية. فأعتقد أن هو لازم يحضر كويس كمان. هو لازم يذاكر. لازم يتفرج على السنغال. لازم يشوف مباراة مصر والسنغال الأخيرة في نهاية قصة أفريقيا. يشوفها مرة واثنين وثلاثة. يعني طول الفترة. هو منتخب محترفين بس. هو من المنتخبات اللي ما عندهاش سلبيات. ما عندهاش مشاكل في الخط الأمامي. الخط الخلفي. خط وسط. يكون متكامل. من المنتخبات. يعني على مصول العالم كم متكاملة. حراس المرمى على مصول عالي جدا. طب. البكين الطرف. يعني لا. في كل الخطوط عنده مراكز كوة. ما عندهاش مراكز ضعف بشكل كبير جدا. لازم يذاكر. لازم يعني يقعد يراجع مرة واثنين وثلاثة المباراة الأخيرة. لازم يشوف يقدر يوصل ازاي لمرمى منتخب السنغالي. دلوقتي عندنا ميزة. الحمد لله أنا شايفها كويسة جدا. عودة تريزيجي للمباريات. وعودة تريزيجي للتهديف. أعتقد دي هتفرق معنا بشكل كبير جدا. من الناحية الهجومية اللي احنا عنينا منها الفترة اللي فاتت. فدي حاجة مبشرة لنا. لتريزيجي بدأ يخش في الأجواء الكرة تاني. وبدأ يستعيد عافته ويسترد عافته تاني. لكن المشكلة هتبقى بالنسبة لي في اللعيبة المحلية. اللي هتلعب تحت ضغط كبير جدا. الفترة اللي جاية. هو هيطلع ازاي؟ أعتقد المؤمور هتبقى بالنسبة لي صعبة. لكن الخمس أيام اللي قبل اللقاء. هيكون فيها محاضرات نفسية كتير. كلام كتير. لأن اللعيبة برضو تكون حاسة. أكيد هي حاسة بالمسؤولية. لكن لازم تعرف أن دي فرصة. مش هتتكرر مبارتين 180 دقيقة. أقدر أحقق فيها حلم لي. أنا كلعيب كورة وحقن من البلدي كلها. واكتب لنفسي تاريخي. واكتب لنفسي تاريخي. اللي ممكن فيه ناس من الجيل ده هتروح كاس عالم مرتين. في روسيا. فهدي تفرق مع الجيل ده. بعدما كنا بنقعد بال30 سنة عشان نروح كاس عالم. فأنا أروح بطلتين وراء بعد أو في وقت فترة وجيزة. فأعتقد تحسب للجيل ده. فأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى لكون الراجل بيركز بشكل كويس. هو بيحضر المباريات على فكرة دلوقتي. ويتابع من المباريات. لكن أعتقد بالنسبة كبيرة. ممكن ما فيش عناصر جديدة هنضم من المنتخب الفترة اللي جاء. لأنه عنده استقرار بالنسبة كبيرة على بعض العناصر. ممكن واحد أو اثنين مكان حجازي مكان أكرم. لكن أكتر من كده أعتقد مش أبقى فيه. تمام. إحنا لوقتنا خلص. بس دايماً والله بتفيدنا. يعني كتن إيها من أورتنا. ونشوفك على خير إن شاء الله. شكراً لك. شكراً لنوجودك معنا. وإن شاء الله نستخي على خير في حلقة جديدة بإذن الله. حالات العفاصل يا حضرات. ونرجع بقى عشان نبتدي معكم تاني وآخر فخاراتنا الحوارية. خليكم معنا. شكراً للمشاهدة. شكراً للمشاهدة.